تمثل النزاعة العشائرية إحدى أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة جنوب العراق فالمهم الموكلة لهذه العناصر لم تعد تقتصر على توفير الأمن الداخلي وإنما التدخل باستمرار لمواجهة ظاهرة النزاعات العشائرية التي تعج بها المحافظة بدنا بعملية معالجة هذا الملف والحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة حاليا نحن تقريبا نقول 90% من النزاعات العشائرية قدرنا نسيطر عليها 15 طفلا من أصل 100 يحرمون من التوجه لمقاعد الدراسة بشكل مستمر بسبب النزاعات العشائرية وللحد من ذلك شكلت لجنة عليا لحل النزاعات بمبادرة من بعض شيوخ عشائر البصرة الشيوخ يرجعون أسباب انتشار الظاهرة إلى تغذية تجار السلاح لأي نزاع يحدث يجب تشفيف منابع تجارة السلاح تجار السلاح هم المستفيدين الأكثر من أي نزاع عشائر يحدث في البصرة هناك نزاع عشائر وصلت كلفة تجارة الأسلح فيه إلى 180 مليون دينار عراقي وبذلك نحتقد أن هناك مسببات كثيرة تدفع باتجاه النزاعات العشائرية أغلب وحدات الجيش في محافظة البصرة تم نقلها إلى محافظتي الأنبار وصلاح الدين مما ساهم في تحرك بعض القوى وعصابات الجريمة المنظمة في محاولة لأخذ دور الأجهزة الأمنية فارتفعت بذلك نسبة الجريمة بعض ضعاف النفوس استغلوا توجه الأجهزة الأمنية إلى مهام أخرى وبدأوا يستعيدون بعض نشاطهم تعرف أن العشائر والقبائل تريد أن تفرض سطوتها وقوتها بطرق مختلفة استثمروا النقص العددي الموجود في الأجهزة الأمنية انشغالهم وما إلى ذلك وبدأ تظهر بعض المشاكل العشائرية لكن هذا لا أعتقد أنه سيستمر وما بين حل النزاع هنا ومطاردة مجرم هناك تستنزف الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة الطبيعة العشائرية للبصرة جعلت المحافظة بيئة خصبة لتنامي نزاعات قبلية يدفع ثمنها المواطن وأنصر الأمن على حد سواء حيدر الأسادي سكاينيوز عربية محافظة البصرة محافظة البصرة